بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كثير من الأخوة والأخوات يبعثون إلينا برسائل كيف أتوسل بصاحب الزمان عليه السلام لقضاء حاجتي كيف أجعله يلتفت إلى حالي وينظر في أمري أولا كما يقول الإمام الصادق عليه السلام كلامنا إذا لم تؤمن به لن ينفعك أي بمعنى أجد أن البعض يقرأ الدعاء المختص بصاحب الزمان أو بأحد أمة أهل البيت عليه السلام أو يقرأ هذه الزيارة ولكن بعد الانتهاء من الدعاء والزيارة يقول في نفسه في قلبه إن الله لن يستجيب لي إن صاحب الزمان عليه السلام لن يلتفت إلي لكثرة ذنوبي هذا هو القنوط من رحمة الله عز وجل وهذا هو اليأس من رحمة صاحب الزمان سلام الله عليه وهو الإمام الرؤوف فإذا ما فعلت ذلك فاعلم علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى حقا لن يستجيب لك لماذا؟ لأنك جعلت من الله جبارا متكبرا لا يرحم أحد رغم أن الله سبحانه وتعالى قال كثيرا وبصورة واضحة أنا أرحم بك من الوالد على ولدها وهل تتصور إن والدتك التي أسات لها أنت كثيرا تأتي إليها في حاجة ملحة ومهمة ولا تقضي لك حاجتك ولا تسمع لقولك فكيف بالله سبحانه وتعالى وإذا كان والدك الذي أنت أسات له كثيرا جئت إليه بحاجة جدا ضرورية لا يستجيب لك فكيف برسول الله وبعلي الذي يقولان أنا وعلي أبوا هذه الأمة وصاحب الزمان والدنا وأبانا في هذه الغيبة الكبرى فعليك الثقة بالله التوكل على الله وعلى قدر حسن ظنك بالله وبأهل البيت عليه السلام يسارعون في قضاء حاجتك كي لا تجعلهم من الجبارين والمتغطرسين والذين لا يسمعون قول أحد بسبب ذنبه وما اشترأه من الذنوب إذا كان عندك ذنوب نحن جميعا لدينا ذنوب وقال الله سبحانه وتعالى في مضامين الآيات لو أن الله أراد أن يأخذ أهل الأرض ذنوبهم لما أبقى عليهم أحد أبدا لما أبقى عليها أحد لأننا كل ابن آدم خطاه ولكن أعطانا الله سبحانه وتعالى الحال كل ابن آدم خطاء كل ابن آدم مذنب ولكن خير الخطائين ماذا؟ التوابون المستغفرون استغفر علي بن أبي طالب عليه السلام يقول طوبة لعبد وجد في صحيفته وراء كل ذنب استغفر الله يا أخي أكثر من الاستغفار واقرأ الدعاء وكما يقول الإمام الصادق عليه السلام اقرأ الدعاء وظن بأن حاجتك في الباب انتهى أنت تسأل ربا كريما بمجرد أن تستغفر يعني منه يغفر لك والله سبحانه وتعالى أعطانا الحل أيضا لو أنهم عفوا لو أنهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمة فما عليك إلا أن تستغفر الله ثم تتوسل بأهل البيت أن يستغفر لك الله عز وجل وتقول لصاحب الزمان يا أبانا استغفر لنا إن كنا من الخاطئين كما فعل أولاد عقوب الجرائم التي عملوها أتصور بأنك لم تعملها أنت ولم تفعلها يعني أرادوا قتل نبي وهو يوسف عليه السلام ثم قاموا ببيع النبي ثم أحزنوا نبي وهو أباهم وإلى غير ذلك ورغم هذه الجرائم الكثيرة ماذا استغفروا الله ندموا على ما فعلوا ثم ذهبوا إلى يعقوب عليه السلام فاستغفر لنا يا أبانا قال سأستغفر لكم ربي وانتهى الأمر وغفر الله لهم أنت لم تفعل هذه الجرائم العظيمة فعلى كل حال إذا أنت يعني كنت قانطا من رحمة الله عز وجل هذه مشكلة اعلم بأن كل دعا تقرأه سوف لن ينفعك أبدا الإمام الصادق عليه السلام يقول بمضامين حديثه الشريف من لم يؤمن بكلامنا عندما نقول لك بأن هذا التوسل النافع هذا الدعاء بمجرد أن تنتهي منه يستجيب الله لدعائك إذا لم تؤمن بهذا الكلام لن ينفعك كلامنا أبدا أبدا ولن يأخذ أثره لابد أن يكون هناك تفاعل بينك وبين كلام أهل البيت عليه السلام كالدواء كما أن الدواء الذي تتناوله يتفاعل مع جسمك فيصل إلى حالة الشفاء فكذلك هذه الكلمات يجب أن تتفاعل أنت معها روحيا وكيف أشعر بأني تفاعلت؟ أشعر بالفرح أشعر بالسرور بعد الانتهاء من الدعاء أشعر بالأمل كثير من الناس يقرؤون الدعاء وعندما ينتهون من الدعاء المجاب لا يتغير في قلوبهم شيء لا يشعرون شعورا جديدا لأنهم باقين على حالة اليأس فالله سبحانه وتعالى لا يخدع يقول هذا الشخص لا يا اسم الرحمتي يقرأ الدعاء وهو يا اسم الرحمتي فما الفائدة؟ لن أرحمه لأنه يظنني بأني جبار بأني متكبر على العباد لا أرحمهم أبدا لا أستجيب لهم أبدا فعليك أن لا تجعل الله سبحانه وتعالى فقط هو ماذا؟ يعني الجبار يعني ذو الكبرياء لا لا الله سبحانه وتعالى أيضا الرحمن الرحيم الكريم الغفار الستار إلى غير ذلك على كل حالة أعتدر للإطالة في هذه المقدمة المشكلة بأن كثير من الأخوة يفعلون ذلك فلأقرأ لكم هذه الرواية كيف أتوسل بصاحب الزمان لقضاء حاجتي وبضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وبوصية من رسول الله هذا التوسل الذي أورده العلام المجلسي رحمة الله عليه في الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار يعني يقول العلام المجلسي ما دع به أحد هذا التوسل ما دع به أحد وتوسل به أحد إلا وقضى الله سبحانه وتعالى حاجته وأغاثه صاحب الزمان عليه السلام وفك عنه كربته وأبعد عنه شدائده وقضى حاجته قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي وفاء الشيرازي رحمة الله عليه وهو من عباد الله الصالحين قال له وهو في عالم الرؤية قال له لأن أبا وفاء الشيرازي كان محبوسا عند السلطان وأراد السلطان قتله فتوسل بالله بأهل البيت عليه السلام فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فرسول الله صلى الله عليه وآله قال له أما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف المذبح فاستغث به وقل يا صاحب الزمان أغثني يا صاحب الزمان أدركني هذه العبارة التي نحن نقرأها في كل مرة في الاستغاثة هي من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أول من قالها لتعليمنا وقالها رسول الله لأبي وفاء الشيرازي وبدأ هذا الذكر ينتشر بين أتباع أهل البيت عليه السلام فقال له رسول الله يا أبا وفاء الشيرازي فإذا وصل وبلغ السيف منك المذبح فاستغث بصاحب الزمان وقل يا صاحب الزمان أغثني يا صاحب الزمان أدركني ثم ماذا تقول ما ذكره العلام المجلسي في التوسل عند الشدائد بصاحب الزمان طبعا إن شاء الله هذا التوسل سوف نضعه لكم في صندوق الوصف تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أسألك اللهم بحق وليك وحجتك على عبادك وبقيتك في أرضك المنتقم لك من أعدائك وأعداء رسولك بقية آبائه الطاهرين ووارث أسلافه الصالحين صاحب الزمان صلى الله عليه وعلى آبائه الكرام المتقدمين الأخيار إلا تداركتني به ونجيتني من كل كرب وهم وحفظت علي قديم إحسانك إلي وحديثه وأدررت علي جميل عوائدك عندي يا راب عني به ونجني من المقافة ومن كل شدة وعظيمة وهول ونازلة وغم ودين ومرض وسقم وآفة وظلم وجور وفتنة في دين ودنيايا وآخرة بمنك ورأفتك ورحمتك وكرمك وتفضلك وتعطفك يا كافي موسى عليه السلام فرعون ويا كافي محمد صلوات الله عليه وآله ما أهمه ويا كافي علي عليه السلام ما أهمه يوم صفين ويا كافي علي بن الحسين عليه السلام يوم الحرة ويا كافي جعفر بن محمد أبا الدوانيق صل على محمد وآله واكفني ما أهمني في دار الدنيا وكل هول دون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كرر هذا الدعاء بعد كل صلاة فريضة وإن شاء الله تعالى سوف ترى البشارة قريبا وإذا ما قرأت هذا الدعاء افعل ما فعل أبو وفاء الشرازي أطلب العلامة في عالم الرؤية وإن شاء الله صاحب الزمان عليه السلام لن يقصر معك الأخوة الذين يبعثون إلينا برسائل حول هواتف تفسير الأحلام أرقام تفسير الأحلام والرؤى في خدمتهم دائما وأبدا طبعا هذان الرقمان مخصصان لرسائل الواساب الصوتية والكتابية فقط وليس للاتصال وفي خدمتكم برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام